طلابنا العزاء في كل مكان اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات البس المباشر لمادة التاريخ للصف الثالث السنة. ان شاء الله النهاردة ياولاد هنبدأ في الفصل الثاني محمد علي وبناء الدولة الحديثة. طبعا الناس عندهم خلفيات سلبية للأسف ناحية الفصل ده الفصل الثاني. اول ما بنسمع محمد علي وبناء الدولة الحديثة بنتقض ونقول لك محمد علي واولاده يبقى اذا معلومات كتير وكلها بيدخل في بعضه والامتحان بيجي من الفصل ده معظمه وا 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 بيبقى فيه داتة سلبية ناحية محمد علي وبناء الدولة الحديثة. مع العلم ان ده من اجمل وامتع الفصول اللي ممكن تشتغل عليها في مادتنا. لذلك يعني كل اللي متطلبين ومن حضراتكم امسك وراتك وقلمك. وابدأ معايا معلومة معلومة ومعاكو رقمي ومعاكو تواجدنا. اي وقت انت عايز تسأل اي حاجة احنا تحت امركو. الحلقة بتنزل ممكن تشوفها مرة واثنين وتلاتة وتراجع معلوماتك واي حاجة تسأل فيها احنا ولاد هنا بنحاول نساعدكو بكل الطرق وكمان بطرق شرعية وقانونية اعدتها ليك الوزارة. وفوق ده كلها ان هي مجانية. فياريت تتابعوا وتحاولوا تستفيدوا عشان ربنا يكرمكم ان شاء الله. النهاردة بناخد الدرس الاول وهو رحيل الحملة الفرنسية عن مصر. احنا اولاد لو جينا اتكلمنا عن الحملة الفرنسية. وقلنا ان الحملة الفرنسية رحلت عن مصر عام كام يا ترى? قلنا عام الف تمنمية وواحد. رابع عليكم سامعك. تمام? يبقى الف تمنمية وواحد رحيل من الحملة الفرنسية. فلما رحلت الحملة يا اولاد تركت فراغ سياسي. لان مصر بلا حاكم. يبقى احنا عايزين نقول ان رحلت فرنسا مصر بلا حاكم ازا فيه فترة فراغ. فاينها عندنا سؤال ان القاسم المشترك بين معركة امبابا بعد معركة امبابا الاحداث وبعد رحيل فرنسا من مصر. يا ترى هيكون ايه? طبعا يا اولاد الفراغ السياسي. يبقى مصر مرت بمرحلة فراغ سياسي. ومصر عاشت الفراغ. والفراغ يعني ايه? مصر بلا حاكم. يعني نقدر نقول ان دي تساوي عدم استقرار سياسي. يبقى نقدر نقول ان بعد رحيل الحملة مصر شاهدت فترة فراغ سياسي او عدم استقرار. ليه? بسبب ايه يا جماعة? الفراغ في سلطة الحكم. مفيش حاكم. فبالتالي البلد عايشة في حالة من ايه? من الفوضى والاضطرابات. طيب يا ترى ده الفراغ ده هينتهي كده? قال لي لا. ده في مين اللي اخرج الحملة الفرنسية? ثلاثة. هما العثمانيين. الجيش العثماني. نضم الى الاسطول الانجليزي. وزعماء مين? المماليك. يبقى اللي اخرجوا الحملة العثمانيين. والانجليز والمماليك. عملوا ايه يا شباب? تحالف لاخراج الحملة. يا ترى التحالف ده. كمل ولا وقف. اللي بعد رحيل الحملة تفكك التحالف الذي اخرجها من مصر. يبقى ايه اللي حصل هنا? نقدر ان نقول ان المتابع للاحداث يستطيع التعرف على نقط. على ايه? تفكك التحالف الذي اخرج الحملة من مصر. من هنا بدأ مين يحاول يستعيد حكم مصر? السلطان العثماني. يبقى تطلع السلطان العثماني الى اعادة بسط حكمه ونفوزه على مصر. طب بحكم ايه اولاد? بحكم ايه هو هيرجع لنفوز مصر? سامعكو. برافو فكره معي. يبقى انا شايف وانت بتكتب في الشات? برافو عليه? يبقى ده معناه ايه اولاد? هنقدر نقول ان استنادا على السلطة الشرعية. ده كلام مزبوط مية في المية. يبقى السلطان استند الى السلطة الشرعية في استعادة نفوزه على مصر. باعتبار مصر جزء من املاك الدولة العثمانية او باعتبار مصر جزء من هيمنة السلطان ونفوزه او باعتبار الانتماء يا جماعة والولاء. قيم الانتماء والولاء لان مصر ولاية عثمانية. فبالتالي هنا السلطان تطلع على استعادة بسط نفوزه على مصر ومحاربة المماليك والقضاء عليهم. يبقى الراجل ده قال ان انا هحارب المماليك وهقضي عليهم. بعد خروج الحملة يبقى السلطان هيحصل صراع ما بين مين ومين يا شباب. ما بين العثمانيين والمماليك. تمام يبقى العثمانيين والمماليك. هيحصل بينهم ايه؟ صراع. فالصراع ده يبقى السلطان عين مين؟ خسر وباشا ولين على مصر. يبقى عين خسر وباشا ولين على مصر. وبدأ يتخلص من المماليك. يبقى لو لاحظنا ان السلطان اعتمد على سلطته الشرعية وعين مين؟ الوالي. لكن السلطان كان بيحكم مصر بتلاتة. الوالي والديوان والمماليك. فكنا نسميها دي تعدد الهيئات. فهل السلطان استعاد الهيئات المتعددة ولا عين والي بس. برافو عليكم عين والي بس. وده معناه ان السلطان عمل ايه؟ غير استراتيجية حكمه لمصر. فغير الطريقة. بدل ما هحكم بالوالي والديوان والمماليك. لأ انا هحكم بالوالي بس. طب وليه يا جناب السلطان ما تستعين بالمماليك ده ليهم خبرة؟ قالك لا. التجربة اثبتت ان احنا مش هنستفيد من خبرتهم ده بالعكس ده هما هينفردوا بالحب. يبقى السلطان لم يستعين مرة اخرى بالمماليك. بسبب ايه يا جماعة؟ تطلعاتهم السياسية او الخبرات السابقة السلبية. ان السلطان ليه خبرة سلبية مع المماليك وهي حركة على بكل كبير. يبقى السلطان لم يستعين بالمماليك لمنع اعتكرار تجربهم السابقة وهي الانفراد بالحكم. فاحنا اتكلمنا عن ان الصراع بدأ ازاي يا شباب؟ اتكلمنا عن ان الصراع بدأ السلطان العثماني استعان ببدأ يستعيد حكمه العثمانيين. بدأ استعين السلطان حكمه معين خسروباشا. وقال هنخلص من مين؟ من المماليك. طب ليه الدولة العثمانية ما قالتش طب بالمرة نخلص من الانجليز. مع ان الانجليز برضو ازاي احنا بنقول العثمانيين هيخلصوا من المماليك. بسبب اطماعهم السياسية. فبرضو الانجليز دي هم نفس اطماع المماليك. فاذا انت من العدل ازا هتخلص الدولة العثمانية من المماليك يبقى ازا لازم تخلص من الانجليز بنفس المنطق. لكن ليه الدولة العثمانية لم تسعى للتخلص من الانجليز بسبب ايه يا جماعة? الدور الذي لعبه الانجليز في اخراج الحملة الفرنسية. يبقى فيه دور للانجليز في اخراج الحملة الفرنسية. الدور ده خل الانجليز بقى اصحاب فضل على الوضع في مصر. فبالتالي دولة العثمانية لما بدأت تحارب المماليك ما قدرتش برضو تحارب الانجليز. ليه? لان ليهم فضل. هيقعد يقولك بقى ان احنا السبب في اخراج الحملة الفرنسية. فلم تفكر انجلترا في اجلاء قوتها التي جاءت للمشاركة في اجلاء الفرنسية عن مصر. يبقى ليه المفروض الانجليز يقولي منها الطبيعي. ان الانجليز يا ولاد يمشوا من مصر. طب ليه? هقولك لاني زال السبب الذي تواجده من اجله. يبقى حصل ايه هنا? زوال. للسبب يبقى فيه زوال. للسبب. الذي تواجده من اجله. ايه هو السبب ده? اهو اجلاء الفرنسيين. وده حصل بالفعل والفرنسيين مشوا من مصر. يبقى انتم ملكوش حجة. لم يعدوا هناك كمنطق لبقاء الانجليز. لكن انجلترا قالت لك لا بقى ده احنا هنقعد في مصر. ليه? تطمع في بسط نفوزها. على ود النيل واحتلال مواقع. يبقى اسباب عسكرية. طب وكمان ايه? لتأمين مواصلاتهم الى الهند. يبقى اسباب اقتصادية لان دي التجارة للهند. يبقى لم ترحل انجلترا عن مصر لاسباب نقط ونقط. عسكرية واقتصادية او استراتيجية واقتصادية. وبدأوا الانجليز يتدخلوا في الصراع. ما بين الاتراك والمماليك. ليه? لان هما بيسعوا لمصلحتهم. فحدث بيقول حدث تقارب بين الانجليز والمماليك. بسبب تدخل الانجليز دي ده السلطان للحيلون دون تنفيذ اعدام زعماء المماليك. يبقى هنا كان اولاد في صراع. تعالوا نفهم. صراع بدأ ما بين العثمانين والمماليك. فهنا بدأوا العثمانين يقتلوا زعماء المماليك. وهيحصل ايه هنا? تغلب من العثمانين على المماليك. فانجلترا قالت لا. انا عايزة في توازن. ما بين العثمانين والمماليك. عشان يفضلوا يتصارعوا مع بعض. يبقى انجلترا تدخلها بهدف ها? ايجاد توازنات سياسية او منع اختلال التوازن. مش عايزة يبقى فيه اختلال في توازن القوة. فقالت انا هدعم مين? هدعم المماليك. بحجة وقف القتل في زعمائهم. يبقى تدخلها بهدف ايه? او باعلان ايه? او بحجة ايه? حماية او الدفاع عن حقوق الانسان. يبقى انها بتظهر ان هي بتدافع عن حقوق الانسان. فده ادى الى ايه يا جماعة? ادى الى ان انجلترا بقيت فيه تحالف بينها وبين المماليك. تمام? فبالتالي لعبة لعبة التوازنات. فالسلطان قال لها انا هلعب بنفس الهدف. بنفس اللعبة. فهدد بعودة العلاقات مع فرنسا. فيبقى في توازن ما بين العثمانين والفرنسيين وما بين المماليك والانجليز. يعني كل واحد يبقى معه حليف. طبعا وانجلترا تكره مين? فرنسا. فانجلترا تخلت عن المماليك مقابل احتفاظها بعلاقتها بالدولة مين? العثمانية. يبقى هنا ليه انجلترا تخلت عن المماليك? تقدر تقول لي ليه? برافو عليك. يبقى بسبب ايه يا جماعة? التوازنات الدولية او بسبب سياسة السلطان الخارجية. فالسلطان استخدم فكرة او خطة الدهاء السياسي. عشان يضغط على انجلترا تتخلى عن المماليك. وهنا انجلترا تخلت عن المماليك. بالفعل. ففي يا جماعة في السياسة لا توجد صداقة دائمة ولا عداء دائم. ولا في صداقة ولا في عداء. لكن توجد ايه يا شباب? مصلحة دائمة. برافو عليك يا شاطرين. يبقى القول ده يتفق مع مين يا جماعة? يتفق مع موقف انجلترا مع المماليك. يبقى برافو عليكو. يبقى احنا اتكلمنا عن الانجليز وعن المماليك والعثماني. قول ليه ان انجلترا سرعان ما تخلت عن المماليك. وذلك بعد سعادة فرنسا علاقاتها مع الدولة العثمانيين. فخشيت ان تؤثر مساندتهم للمماليك على علاقتهم بالسلطة. فانجلترا تخلت عن المماليك وطلبتهم بالحكم يعني الخضوع للحكم العثماني. فهنا لما نيجي نبص على المماليك يا شباب واللي كانوا يطمعون بدورهم في استعادة حكم البلاد. بعد خروج الفرنسيين. وتحقيقا لهذا فكروا في الاستعانة زي ما قلنا بالانجليز. لكن الانجليز تخلوا عنهم وتركوهم في وهم عودتهم الى الحكم. تعالوا نشوف بعض الاسئلة والافكار. قولي بتحليلك لمجمل العلاقة. ما بين الدولة العثمانية والقوى السياسية. عقب رحيل مين يا جماعة الفرنسيين. برافو. يبقى هنا الدولة العثمانية والقوى السياسية. الدولة العثمانية قالت انا مع الانجليز. تمام؟ شوية لا ده انا مع فرنسا. يبقى تجدها ايه يا جماعة؟ عداء ولا توافق سياسي ولا تتفق في السياسة ولا تسير على وطيرة واحدة. طبعا لقطة الدولة العثمانية هنا لا تسير على وطيرة ايه واحدة. ولا تمثل القاسم المشترك بين اوضاع مصر قبل الحملة وعقب رحيلها في نقاط. توجد القوات البريطانية في مصر. ولا تبلور دور الزعامة الشعبية ولا دعم الانجليز الممليك. ولا ضعف قبضة الدولة العثمانية. طبعا هنا يا جماعة القاسم المشترك هيبقى ضعف قبضة الدولة العثمانية. ولا الدولة العثمانية قبل الحملة قادرة تسيطر على مصر. ولا بعد رحيل الحملة. بعد كده اتفاق امياني يبقى احنا خلصنا عام الف تمنمية وواحد. لكن لو جينا لعام الف تمنمية واثنين اللي هو كان صلح اميان هنا ما بين مين ومين يا جماعة عدة اطراف. ايه هي الاطراف ديه انجلترا فرنسا هولندا اسباني. فلتسوية حروب السورة الفرنسية فسمناه التسويات الدولية. وفي تسوية هنا. في مصر مساومة. سياسية. بين اقطاب السياسة العالمية. يبقى فيه مساومة. ايه المساومة دي? انها هيحل السلام. يحل السلام. خلاص. هننهي المعارك. مقابل ايه يا جماعة? رحيل الانجليز من مصر. وده تفضل السلام ولا يقعد الانجليز. لا السلام افضل. فبالتالي رحل الانجليز عام الف تونمية وتلاتة. يعني بعد الصلح بعام. فرحل الانجليز عام مصر اهو الف تونمية وتلاتة. وبالتالي بقي ايه اتنين. لما رحل الانجليز احنا قلنا كانوا تلاتة. الانجليز والمماليك والعثماني. فبيقوا المماليك والعثماني. وحصل بينهم ايه يا جماعة? صراع. تمام? على الحفل. لكن المماليك احتلوا المينيا يعني الصعيد والملاحة. والملاحة ديها كانت من ايام الحملة الفرنسية. يبقى يقول لي ايه? ان القاصم المشترك بين توجه نابليون للصعيد. و اوضاع مصر بعد صلح اميان. يتمثل في ايه يا جماعة? ها? برافو عليكم. سيطرة المماليك على الملاحة. يبقى سيطرة المماليك على مين? الملاحة. لكن بعد رحيل الانجليز يا جماعة تجدد الصراع وهو ما ادى الى. يا ترى الصراع ده ادى الى ايه? قال لي احتلال المينيا زي ما قلنا وجعل الملاحة في نهر النهر تحت سيطرتهم. لكن البلاد دخلت حالة من الفوضى والصراعات بين الفرق السياسية. وتعدد الولاة في فترة وجيزة. فمن الولاة منهم منسجن ومنهم من اعتقل ومنهم من قتل ومنهم من لازم الفرار. يبقى ده عدم استقرار سياسي. برافو عليكم. طب في حالة من عدم ايه الاستقرار السياسي. فساءت الاحوال الاقتصادية وعجزوا الولاة عن دفع رواتب الجنود. فصاروا الجنود. فهنا بقي في ثورات حراك سياسي. بس يبقى فيه هنا ايه نقص في موارد الدولة. يبقى فيه نقص في موارد ايه يا شباب. الدولة برافو عليكم. هل هو معاه فلوس? لا. يبقى نقص موارد الدولة. ادى ايه لا. فيش راتب. فالوالي بدأ يحصل عليه ايه? ثورة ودفع تمانه. يبقى دفع الولاد ثمن سوء الوضع ايه? الاقتصاد. فنجحوا الممليك في طارد العثمانيين من القاهرة. وسيطروا على حكم ايه? البلاد. ويتولوا فثورة عملوا ايه اولاد? اللي حصل سوء في اوضاع البلاد الاقتصادية. لان الممليك فرضوا ضرائب. فحصلت ثورة الشعب في الف تونمية واربعة. وفي ثورة الشعب هنا ظهرت شخصية مين? محمد علي. يبقى ظهور شخصية محمد علي. امتى في الف تونمية واربعة? ليه? قال لي لان الممليك اول ما حاكموا. حاكموا البلاد فرضوا ايه? برافو الضرائب. فأدى الى سوء الاوضاع. والمصريين كانوا اكتسبوا خبرة. بقى عندهم ايه? وعي. من ايام ايه? الحملة. برافو. فبالتالي طبقوا وعيهم ده على مين? على الممليك. يبقى اول من دفع ثمن اكتساب المصريين. خبرة سياسية هما نقط. هما ايه? البكاوات. قالوا لهم لا تعالوا لنا هنا بقى. ايه اللي بتعملوه ده? فقاموا الشعب المصري بقى يا جماعة? بثورة. كيف بقى قامت ثورة? ثورة الشعب. ضد مين يا شباب الممليك. فهينا كان محمد علي وجنوده اللي الشرق في اخراج الحملة الفرنسية. فبيقوا قدامهم حل. يا اما تنضموا الى الشعب. يا اما تنضموا الى الممليك. فتبقى هنا ايه? صراع ما بين الشعب والممليك. ففترة الصراع ده كان ممكن يحصل ضياع لجنود مين? محمد علي. فمحمد علي فضل الانضمام الى الشعب على حساب مين يا جماعة على حساب الممليك. انا هقف معه الشعب المصري. بدأ بالفعل محمد علي. بقول لي خاشي ان تصيب الثورة جنوده. يبقى محمد علي. اصطفى يعني اخد صف الشعب في اصطفى في خندق الشعب المصري. ها بهدف نقط. مساندة الشعب. ولا كره الممليك. ولا حفاظا على جنوده. طبعا الاجابة حفاظا على جنوده. فجهر بالانضمام الى العلماء والمشايخ. ضلط بالاهالي الساخطين. تعهد برفع الدرائب. فاوصل جنوده باحترام الشعب. فبهذه السياسة كسب محمد علي عطف الشعب وثقة زعماه. يبقى محمد علي تقرب من الشعب المصري. يبقى يشبه مين? نابليون. محمد علي هيبدأ يعمل عداء مع الممليك. طب ويبقى شبه مين? نابليون. يبقى نابليون ومحمد علي. يتشابهان في نقطة العداء مع الممليك والتقرب مع الشعب المصري. فهنا بيقول لي موقف محمد علي من الممليك. انتهز محمد علي موجة الغضب العام ضد الممليك وقام به. مهاجمة مركزهم في القاهرة ومحاصرة بيوت زعماءهم. يبقى لو احنا جبنا يا جماعة في سؤال. يا شباب تركزوا معنا وصفوا. لو جبنا اني السلطان العثماني. ومحمد علي. ونابليون. تمام? المفردات دي او الشخصيات اجتمعت على نقطة. على ايه? العداء مع الممليك. يبقى العداء مع مين? الممليك. فمحمد علي هرب الممليك. فهربوا الى مين? الصعيد. بيه طالب يقول لي. طب هو كل شوية الممليك. يروحوا. الصعيد هقول له ايوة. يبقى اصبح ملازا للممليك في صراعاتهم على حكم مصر. نقط. مين ده? الوادي. ولا الدلتة. ولا الصحراء ولا السودان. هتبقى طبعا الوادي اللي هو مين? الصعيد. برافو عليكم. طب ليه بيروحوا الصعيد? لانه ملاز. طب يعملوا ايه في الملاز ده? قال لي اعادة توحيد صفوفهم. وبناء قوتهم. يبقى بيعيدوا. توحيد صفوفهم وبناء قوتهم. يبقى محمد علي حارب الممليك. زيه زي مين? نابليون. يبقى نفتكر في منشور نابليون يا شباب. لما قال ايه? ما جئتوا. فاكرين محمد علي لما قال ما جئت نابليون قصدي لما قال ما جئتوا الا لقوا خلصكم من الممليك الظالمين. وهنا محمد علي بيقول لهم ايه? انا هخلصكم من الممليك. يبقى الاتنين كل من محمد علي و نابليون اتخذوا الممليك بوابة لانصاف المصريين. او الظهور بمظهر المنصف. كل واحد فيهم بيقول انا هزر للمصريين ان انا اللي هنصفهم في تعبهم او في صراعهم مع الممليك. فيربوا الجميع الى الصعيد وبذلك حدث فراغ سياسي. يبقى فيه فراغ سياسي بعد معركة انبابا. وبعد ايه جماعة رحيل ها برافو عليك والحملة. وكمان هنا بعد ايه? محاصرة الممليك فيربوا الى الصعيد. اقترح محمد علي اطلاق خسره باشر. يجيبه ده الوالي. فمن سجنه بالقلع وتعيينه ولين? فارتفع مركزه. مركز مين? محمد علي. لانه ظهر بغير الطامع في الحكم. برافو عليكم. مظهر محمد علي ان هو غير طامع فينا يا جماعة في الحكم. فبالتالي اعترضت فرق الالبان على اعادة الارنقود والالبان على اعادة تعيين خسره باشر. يبقى خسره لم يتمشى معه يبقى طرح فكرة توليت خسره باشر. تعارضت مع توجهات الفرق العسكرية. تعارضت معه. فبالتالي اترافت خسره باشر. وبدأ محمد علي يقول نعيين خرشد. وبالتالي محافظ اسكندريبي اعتباره عثمانيا. فتم تعيينه وليا على مصر. يبقى خرشد يمتلك الصفات الشرعية اعتباره عثماني. لكن مين اللي مسيطر على الاحداث هنا يا جماعة? محمد علي هو اللي بيحرك الاحداث. هو نبض وصوت الشعب مين? المصر. قولي هنا اتولى خرشد خلاص حكمه مصر. ولم يكن خرشد يا جماعة مطمئنا لموقف الشعب المصر. يبقى لم يكن خرشد مطمئنا لموقف مين? الشعب المصر. فقال كده لموقف محمد علي. فقال لك انا لازم اخلص من مين? محمد علي. فطلب من محمد علي التوجه الى الصعيد لمحاربة الممالي. كده كان نفسه يضرب عصفرين بحجر. يخلص من محمد علي ويخلص من الممالي. وهنا يا جماعة يبقى على الرغم من الاختلاف بين خرشد باشا ومحمد علي الا انهما اتفقا في نقط برافو 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 ممتازين. العداء مع المماليك. يبقى الاتنين عداء للمماليك. لكن بيقول لي خرشد طلب من السلطان ارسال فرق عسكرية. فارسل له الدولار. المتهورين للمجانين. حيث اخذوا يعصونا في الارض فسادا ونهبا. يبقى الفرق العسكرية. هل نجحت في تحقيق مهامها يعني تسبيت سلطة خرشد ومساعدته؟ طبعا بالطبع لا. ليه؟ لانها اهتمت بمصالحها يا جماعة الزاتية. يبقى اهتمت بمصالحها يا جماعة الزاتية. فبالتالي لم تتوتت سلطة من السلطان يا جماعة؟ العثماني. او خرشد ايه باشا. هنا يبدأ يحصل ايه؟ فساد واضطرابات. فطلب خرشد من السلطان استدعاء فرق الالبان. اصحاب لفرق الالبان. والارنقود. عشان يمشوا روحوا تركيا اسطنبول. فرفض محمد علي بتأييد من الشعب. يبقى دي كانت اول مرة. يجني محمد علي استمار وقوفه مع الشعب من خلال مقطة بقاءه داخل مصر. يعني تمسكت به الزعامة من الشعبية. تمام؟ طيب فما كان من خرشد الا انه استصدر فرمان الف تونمية وخمسة بتعيين محمد علي وليا على جدة. لكنه لم يمتصل برضه بتأييد منها العلماء. ولا محمد علي راح اسطنبول ولا راح جدة. ليه؟ بسبب تمسك الارادة الشعبية او تقول بسبب جدار الثقة الذي بناء محمد علي مع الشعب. يبقى محمد علي عمل جدار ثقة مع الشعب. فبيقول لي هنا بدأ يظهر قوى الشعب يا جماعة المصري. يبقى هنا قوى يا شباب الشعب المصري. لم تكن هذه القوى تتصارع على الحفل. مثل القوى السلاسة. بل انها نبتت. يبقى ليه لم يتصارع المصريين على الحفل. يقول لي هنا لانها نبتت ظهرت. يبقى بسبب عدم اكتمال خبراتهم السياسية. يبقى هالمصريين اكتملت خبراتهم السياسية ولا لا. طبعا يا جماعة لم تكتمل خبراتهم مين السياسية. فبالتالي هنا بنقدر نقول ان محمد علي عمل ايه ان هيكسب الشعب ايه المصري. وهيتولى هو. ليه لان المصريين لم تكتمل خبراتهم السياسية. بل هما ظهروا من قلب هذا الصراع. يبقى المصريين لما شافوا الصراع. قالوا ايه? كثيرون حول السلطة. لكن قليلون حول الوطن. ده القول ده يدل على يا جماعة. على وضع مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية. كله عايز الحفل. لكن محدش همه يا جماعة الوطن. لكن بيقول لي فيه اعوامل ادت الى ظهور الزعامة الشعبية. واللي كانت الزعامة الشعبية قد تبلورت اسناء مقاومة الحملة الفرنسية. اتسعت خبرتها بالدخول في تجارب الحكم والسياسة. يبقى الزعامة الشعبية دي هي احد ثمار الحوار الحضاري. او التواصل الحضاري. ليه? لانها ظهرت من قلب الحملة الفرنسية. فالاطلاع على دواوين لو ما فيش دواوين. يبقى دواوين الحملة بقى فيه وعي بقى فيه زعامة. طب لو ما فيش دواوين ولا فيه وعي ولا فيه زعامة. فالزعامة هي ثمارة الحملة الفرنسية واصلحتها. فاسمت كل هذه الاحداث في ظهور شخصيات معينة من العلماء والاشراف والتجار. والتي ساعدت في التخلص من الفرنسيين والمماليك والانجليز. وتعيين محمد علي حاكما على مصر. امثال سيد عمر مكرم نقيب الاشراف. وسيد محمد السادات من الطرق الصوفية. والشيخ محمد المهدي من العلماء. والسيد احمد المحروقي من كبار يا جماعة التجار. فبالتالي هنا نقدر نقول اني. ليه ده الرؤول ايه دي? الحملة الفرنسية ساهمت في بروز الزعامة الشعبية. من هنا بدأ يظهر قوة الشعبية يا شباب المصري برافو عليه تمام? قوة الشعب ايه المصري. فقول لي زاد غضب المصريين ضد فرق الدولار. وضد فرض الدرائر. فاجتمع ازرعماء الشعب من المماليك ونقباء الطواقف بدار المحكمة في مايو الف ترنمية وخمسة. وقرروا عزل خرشد وتعيين محمد علي. ولكن بشروط. ان يحكم بالعدل? وقال لا يبرم امرا الا بمشورته. تعالوا نفهم الاحداث دي. اول حاجة يا جماعة زاد غضب فرق الدولار. يبقى السهم الذي صوابه خرشد لمحمد علي رد اليه. والسهم الذي صوابه خرشد لمحمد علي رد اليه. يتفق ذلك مع نقط مع طريقة توطيد تثبيت يعني خرشد باشا على حكم مصر. تمام? اللي هي فرق الدولار. فخرشد جاب فرق الدولار عشان يضرب بهم محمد علي. فكانوا سبب فيه ان هو الشعب ينقلب على خرشد. فنقدر كده نقول اني انقلب السحر على الساحر. مثل يتفق على نقط على اجراءات خرشيد باشا تجاه توطيد ايه شباب حكمه. تمام? طيب كمان تغاني. نقول اني فرق الدولار دي كانت شعللة البلد. يبقى يقول لي اي من اجراءات خرشيد باشا كانت بمثابة حطبا يشعل نيران الصراع. فهقول له برضو فرق مين? الدولار. يبقى شوفوا كام سؤال يا جماعة على بس فرق الدولار. يبقى فرق الدولار دي كانت مشكلة بالنسبة لمين? بالنسبة ليه? خرشد ايه يا جماعة? باشا. طيب تعالوا نشوف تاني. بيقول هنا ان اجتمع ضعماء الشعب من نقباء وطواقف الحرف بدار المحكمة. طيب كلمة اجتمع نقباء الشعب. اهيه. يبقى ده يدل على ايه يا جماعة? يدل ذلك على الوعي السياسي. او نمو الوعي القومي. يعني الشعب هو اللي هيغير ايه. يبقى هنا تغيرت طريقة اعتلاء الحكم. يبقى تغيرت طريقة ايه? اعتلاء الحكم. فده المكان اللي يعين الجند او السلطان العثماني بيقى مين? بالشعب هو اللي بيجتمع. فالاجتماع ده هو سمرة من اصمار الحملة الفرنسية. يبقى يقول لي اني جنت مصر. سمار الحملة الفرنسية في الحياة السياسية. من خلال نقط. اقول له ايه? تغير طريقة تولية الحكم. وتغيرت طريقة تولية الحكم. كمان هنا تاني. بيقول لي بدار المحكمة. طب يا ترى ليه? اشمعنا? ما اجتمعوش ليه في اي مكان? لا يدل على ان اصرارهم على الاحتكام للعدل والقضاء. في حكم ما بيننا. العدل وقضاء. لذلك قالوله من ضمن الشروط. ان تحكم بالعدل. وقال لا يبرم امرا الا بمشروط. يبقى اهلت وضعت شروط للولاية? اه نسميها ايه? قواعد دستورية. يبقى اول حاكم يشهد تعيينه قواعد دستورية هو محمد علي. فلذلك قالوله تعمل كذا قالوا موافق. فسمناها ايه دي يا جماعة? سق اجتماعي. يعني ايه سق? يعني عقد ما بين الشعب وحاكمه. مين الشعب? الشعب المصر. مين الحاكم? محمد علي. قالوله تحكم بالعدل ولا تبرم امرا. يبقى وضعوا ما بينهم ايه? عقد. نمشي على العقد ده يا ريس? قال لهم تمان. يبقى توضع عقد يا جماعة ما بين الشعب وما بين محمد علي. يقوله هنا خرشة باشا. قوله موقف خرشة باشا بيقوله كان طبيعيا. قال لا يستسلم خرشة باشا. طب ليه بقى يا جماعة? للدفاع عن يبقى لم يستسلم. خرشة باشا. ليه? اقولك للدفاع عن ها. مركزه السياسي. يبقى مصلحة ذاتية. تمام? لعزل وتويبية محمد علي. فدخل خرشة فيه معارك. وتزعم عمر مكرم المقاومة لصالح محمد علي. فهينا هقولك ايه? تزعم عمر مكرم مقاومة الشعب صد خرشيد. بهدف نقط. بهدف ايه? التأكيد على الارادة الشعبية. عايز يقوله احنا اللي هنعمل كذا وخلاص. عملنا ده. ففضلة المعارك دائرة يا جماعة حتى مجيء رسول السلطان بالموافقة على محمد علي. في عبارة راضية بذلك العلماء والرعية. يعني السلطان هنا عمل ايه? عين محمد علي واليان على مصر. في ايه يا جماعة? بالخضوع للارادة الشعبية. يبقى فهل الشعب نجح في فرض اراداته ولا لا? ابراب عليه. فبقى في قيمة تاريخية لهذا الحدث. ان اول مرة يعزى الحاكم ويعين اخر بارادة الشعب وليس الجنب او بالدولة العثمانية. الاختيار تم بمعرفة مين? زعماء الشعب وليس الدولة العثمانية. يعني عايز يقولي كده. تمام? كمان يعد اول سك وقلنا اول سك يعني ايه? عقد ما بين الحاكم ويا يا جماعة وشعبه. ففي كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو. فيقول لي كده يجيب لي الكتاب ده يا جماعة في الامتحان ويقول لي العقد الاجتماعي لجان جاك روسو. مضمون الكتاب ده يعبر عن نقطة. عن مين? اجتماع دار المحكمة او تعيين محمد علي وليا على مصر. يبقى كده احنا خلصنا الدرس ده. ساعنا نشوف بعض الافكار والاسئلة. يقول لي يرجع فشل فرق الدولاء في اداء مهمها التي جاءت من اجلها الى مصر. يا ترى ليه فرق الدولاء? ما قدرتش تؤدي مهمها. طب ايه هو مهمها يا استاذ? اقول لك حماية وتوطيد او تسبيت حكم الوالي فرشيد فاشر. يا ترى ايه ايه المهام? دي المهم. هل نجحت فيها? لا ده هي عاثت في الارض. سلب وناهي. طب اداء معناه? تفاوق فرق الالبان والارنقود ولا انصرافها لتحقيق مكاسب شخصية ذاتية ولا تواحد صفوف المماليك ضدها ولا انهاء قوتهم نظرا لطول الوادي. ليه فرق الدولاء? ما قدرتش تؤدي المهمة بتاعتها. اقولك بسبب ايه? انصرافها لتحقيق مكاسب ذاتية وهي السلب والنهب فيه الشعب مين? المصر. تقول لي ارتد السهم الذي اطلقه صاحبه اليه مرة اخرى. تتحقق العبارة السابقة بعدما قام خرشد باشر بنقاط. يا ترى ايه السهم ده? احنا قلنا ان خرشد فكر يعمل ايه يا شباب? ها يوطد يعني ايه يوطد? يعني يسبت سلطته. يبقى فكر يسبت ايه يا جماعة? سلطته. فبدأ ان هو يحضر فرق عسكرية من الباب العالي. طب يعني ايه الساز الباب العالي? يعني السلطان العثمان. طب هل الفرق العسكرية دي? يات مصر دايما قلنا? سندت خرشد ولا بقيت عليه? بقيت عبق عليه? طبعا بقيت عبق عليه? لانها عاست في الارض سلب ونهب. فبالتالي الشعب انقلب على خرشد. فالسهم اللي انا جايبه احارب بيه غريء ارتدى الي. يبقى ارتدى السهم الذي اطلقه صاحبه. مرة اخرى اليه دي عبارة احقق بعدما قام خرشد بيه. طلبت محمد علي بيه محاربة المماليك? مفيش ارتداد هنا. بعد محمد علي عن مصر? مفيش هنا. الاستعانة بالسلطان لتعاين سلطته? لتدعيم سلطته اللي هم الدولاء? ولا ادعاف قوات محمد علي عسكريا يعني? مفيش البان ولا ارنقود? طبعا الاجابة هي يا جماعة رقم جيم الاستعانة بالسلطان لتدعيم سلطته. يبقى ده اللي عمله خرشد باشا وبالتالي عام الف تونمية وخمسة هو عام تعيين محمد علي علمه. يبقى لو راجعنا اني الف تونمية وواحد يا جماعة هو الفراغ والصراع. لو الف تونمية واثنين صلح اميان. لو الف تونمية وثلاثة رحيل الانجليز وتداعيات يعني اصار رحيلهم. طب الف تمنمية واربعة الممليك حكام لمصر وثورة الشعب المصري وظهور محمد علي. طب الف تمنمية وخمسة. هقولك ان محمد علي واليا على مصر بارادة شعبية. هنا نكون قد انتهينا من حصتنا السلسة واللزيزة واستفدنا ولي حد تعيين محمد علي واليا على مصر عام الف تمنمية وخمسة. كنت انا معاكو يهاب انور معلم اول التاريخ بمحافظة اسيوت ورجع المادة العلمية الاستاذ الكبير والاخ الفاضل الاستاذ محمد الحافظ ورجع مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. معا تمانينا بالتوفيق الادارة العامة للتعليم الالكتروني وكل الشكر للقائمين عليها وعلى منصة البس المباشر. ونشوفك في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.